حقق جهاز الاستثمار العماني المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و 2023 من نسبة ارتفاع بلغت 28% وذلك مقارنة بمئتي صندوق سيادي عالمي وفق تقرير أصدرته منصة جلوبال أزدب اليو أف وأشار تقرير المنصة إلى أن الجهاز سعى إلى تحقيق التميز التشغيلي ورسم هوية مؤسسة عالمية لا سيما بعد تأسيسه في عام 2020 بدمج مؤسستين مختلفتين هما الصندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار وذكر التقرير بأن البيانات الصادرة عن الجهاز تصلط الضوء على الاستثمارات واستراتيجياتها وخطة التخارج والحوكمة وهي توضح أن الجهاز في صدد تشكيل إطار عمل جديد يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويأتي حصول جهاز الاستثمار على المرتبة الثانية عالميا تأكيدا لاهتمام جهاز الاستثمار العماني بالمبادئ والقواعد الخاصة بالحوكمة وشفافية واستفائه لمبادئ الإفصاح وممارساته الصادر عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية